حسن الظن بالله أحسن ظنك بالله عز وجل واعلم أن الله أرحم منك من نفسك التي بين جنبيك فلا تيأس وقد جاء في الحديث القدسي أنا عند ظني عبدي بي فأحسن الظن بالله عز وجل ولا تيأس وعليك بالدعاء فالذي تراه صعبا ومؤلما وضيقا ولن ينفرج سينفرج بإذن الله إن مع العسري إسراء مما استفدت كذلك من هالقصة أنك لا تركز على المشكلة وإنما ركز على الحل الكثير حينما يقع في مشكلة يبدأ يخوض في هذه المشكلة ويمعن عقله وفكرة كله في هالمشكلة وهذا ليس بصحيح وإنما فكر في الحل وفكر بالبدائل كانت البدائل مثلا عندي في هذه القصة أنني أخذ هالماتين في الترمي الصيفي ثم جميع الطلاب الذين تم تخصيصهم قبل الصيفي وبعد الصيفي ابتدأوا الدراسة في العام الدراسي في آن واحد وجود البدائل في مشكلاتك هو الحل المناسب الذي يجب أن تسير عليه في كل مشكلاتك لا تركز على المشكلة بل ركز على الحل وأمعن فكرك في الحل الدرس الثالث والوقفة الثالثة معنا في مجريات هذه القصة أنك لا تخبر كل أحد بأنك حملت مثل مادة أو أنك وقعت في مشكلة فليس كل أحد يحب لك الخير وكذلك لا تسأل ولا تستشير إلا من تثق أنه أهل لتلك الاستشارة فلو أنا سمعت مثلا كلام ذلك الزميل بلا شك أنها كانت من قلب محب لكان ضيعت سنة كاملة في حياتي الجامعية ولكن لم أسمع كلامه واستمرت وبالفعل بدأ المهم خمس سنوات صارت أربع سنوات وتخررنا بحمد لله بمعدل ممتاز وهذا فضل من الله عز وجل الله يأتيكم العافية في نهاية القصة تمنى أن أكون قدمت لكم ما يحوز على رضاكم وكذلك تستفيدون منه في حياتكم النجاح ومواقفه وقصصه سوف يطرق كل باب فكن ذلك الباب الذي يطرقه النجاح تمنياتي لكم بحياة سعيدة وناجحة شبكة المجد القنوات الآمنة للأسرة